أهلا بيك يا صديقي وحلقة جديدة من شغبطة من كتاب معدنا النهاردة مع الحلقة التانية من الكتاب المميز جدا العادات الزرية لجيمس كلير موضوعنا النهاردة هيكون عن مرحلة القدرات الكامنة قبل ما نشرح الموضوع خلينا أضرب لك المثال البسيط ده يا صديقي تخيل معايا إن عندنا مكعب من التلج حطناه في قوضة درجة حرارتها سالب 25 طبعا مكعب التلج في درجة الحرارة دي مش هيحصله أي زوابان وحيفضل زي ما هو طيب تخيل معايا إن احنا رفعنا درجة الحرارة وخلناها سالب 20 هل هيحصل أي أثر؟ الحقيقة إن ما فيش أي أثر هيحصل طيب خلينا رفعنا درجة الحرارة تاني لسالب 15 سالب 10 سالب 5 لحد ما نوصل لسالب 1 رغم إننا رفعنا درجة الحرارة 25 درجة إلا إن مكعب التلج هيفضل زي ما هو مش هيبدأ في الزوابان لكن لو رفعنا درجة الحرارة لدرجة واحدة كمان عشان درجة الحرارة تبقى صفر هنا مكعب التلج هيبدأ في الزوابان وكل ما نرفع درجة إضافية كل ما هيكون تأثيرها كبير جدا على مدى سرعة زوابان مكعب التلج ده اللي خلينا نقف للحظة كده ونقول هل الدرجة الأخيرة اللي احنا رفعناها دي هي اللي قدت لزوابان مكعب التلج؟ ولا الخمسة وعشرين درجة اللي فاتت لو افترضنا إننا بنبزل مجهود في رفع درجة الحرارة فالمجهود اللي احنا بزلناه عشان نرفع الخمسة وعشرين درجة هو اللي قدت لزوابان مكعب التلج مش المجهود اللي احنا بزلناه عشان نرفع آخر درجة فقط والمشكلة هنا إن زي ما قلنا قبل كده إن المجهود اللي احنا بزلناه عشان نرفع درجة الحرارة 24 درجة كان غير ملحوظ الأثر بتبزي المجهود ولكنك مش شايف أي نتائج لكن في نقطة محددة بنسميها مرحلة القدرات الكامنة بتبدأ تظهر النتائج بشكل كبير وده اللي خلينا نقول يا صديقي إن منحنا الوصول لأي هدف مش بيمشي في خط مستقيم بيمشي في خط متصاعد بشكل مفاجئ في العادة يا صديقي بنتوقع إن النجاح يكون ماشي بشكل مستقيم في شكل خطي أو على أقل تقدير بنأمل إننا نحقق نتائج سريعة لكن في الواقع عادة ما تأتي نتائج جهودك بشكل متأخر ممكن جدا إنك تقضي شهور وسنوات قبل ما تدرك قيمة العمل اللي انت قمت بيه في السابق ده اللي بيؤدي لوجود حاجة بنسميها واد الإحباط ودي المرحلة اللي بيشعر فيها الناس بفقدان الهمة بعد قضاء أسابيع أو شهور من العمل الجاد بدون تحقيق أي نتائج ملحوظة وعشان كده مهم جدا في الوقت ده تدرك إن العمل ده ما كانش عمل ضائع بل كان عمل مخزن ببساطة ولكن قيمة العمل ده مش هدبان إلا بعد إضافة المزيد من العمل إليه ولحظات التقدم المفاجأة اللي بتحصل على الخط ده هي بتكون نتيجة للعديد من الأعمال السابقة اللي يمكن أثرها كان غير ملحوظ ولكن تراكم الأعمال دي مع بعض على مدار زمن هو اللي بيؤدي لإحداث تغير كبير جدا ويمكن ده واحد من أهم الأسباب اللي بتخلي من الصعب جدا علينا بناء عادات إيجابية والاستمرار عليها لفترة طويلة ده إن الناس في العادة بيقوموا بعمل تغيرات قليلة وبسيطة ولكنهم بيلاقوا إن مفيش نتائج ملموسة لعملهم ده فبيقرروا التوقف لما تفكر وتقول أنا بقلي شهر كامل بجري كل يوم ولكن مش شايف أي أثر إيجابي على جسمي الحقيقة يا صديقي إن بمجرد ما تفكر بالإسلوب ده فهيكون من السهل جدا عليك إنك تتخلى عن عادة الجري كل يوم وعشان تبدأ تلاقي فرق فعلا فلازم تتخطى أو تتجاوز مرحلة القدرات الكامنة هنا يا صديقي الشكوى من عدم تحقيق النجاح رغم العمل زي بالضبط الشكوى من عدم زوبان مكعب التلج رغم إننا رفعنا درجة الحرارة 24 درجة والحقيقة إن لما تخرج من مرحلة القدرات الكامنة ويبدأ أثر عملك يبان هتلاقي الناس بتصف نجاحك بإنه بين عشية وضحاها الناس ما بيشوفوش غير الحوادث المؤثرة وتقريبا ما بينظروش لما يسبقها من أعمال لكن أنت الوحيد اللي هتكون عارف إن العمل اللي أنت قمت به من وقت طويل جدا لما كنت فاكر إنك ما بتحققش أي تقدم هو العمل اللي جعل نجاحك اليوم هو أمر ممكن وده اللي خلينا نقول يا صديقي إنسى أمر الأهداف وركز على الأنظمة بدل منها فيه فرق كبير جدا ما بين الهدف والنظام مهم جدا إن يكون عندك أهداف ده شيء أكيد الهدف هو اللي بيرسم لك المصاري الأساسي اللي أنت هتمشي فيه ولكن النظام اللي أنت بتحطه لحياتك أو ممكن نسميه بشكل آخر مجموعة العادات اللي أنت بتتبناها بشكل يومي هي اللي هتحدد إذا كنت هتقدر توصل لهدفك ولا لا وده يا صديقي لأن الأهداف بتكون دايما معنية بتحقيق نتائج على أرض الواقع أما الأنظمة فهي معنية بالعمليات اللي تؤدي إلى تحقيق النتائج دي لو كنت مدرب وهدفك الفوز ببطولة فنظامك أو الطريقة اللي بتضرب بيها اللاعبين وبتدير الفريق بيها هي اللي هتوصلك لهدفك ده أو لا لكن يا صديقي لو فضلت مركز فقط على الأهداف وأهملت تماما الأنظمة فبالتأكيد هتقابل واحدة أو أكتر من المشاكل الأربعة دول أول مشكلة إن اللي كسبوا واللي خسروا كان عندهم نفس الأهداف لكن إحنا كبشر بنحب نركز على الأشخاص اللي كسبوا اللي تكتب ليهم البقاء ونفترض مخطئين إن الأهداف الطموحة هي اللي قدت إلى نجاحهم بينما بنتغافل عن الأشخاص اللي كان ليهم الأهداف نفسها ولكنهم ما نجحوش يوصلوا لها أكيد كل رياضي أولمبي في العالم عنده هدف الفوز بميدالية ذهبية ولكن إحنا بننطق الشخص اللي فاز بالميدالية الذهبية ونفترض إنه عشان كان حاطت هدف لنفسه قدر يوصل لهدفه في حين إن اللي فعليا خلاه يقدر يوصل لهدفه ده هو نظام التدريب اليوم اللي عمله نفسه مش كونه حاطت هدف لنفسه لأن في كتير جدا من المنافسين ليه كانوا حطين نفس الهدف المشكلة التانية يا صديقي إن تحقيق الهدف ما هو إلا تغير لحظي تخيل مثلا يا صديقي إن عند غرفة مليانة بالفوضى وإنك وضعت هدف لنفسك يتمثل في إنك عايز تنظف القوضة دي وخلينا نقول على افتراض إن انت استجمعت طاقتك عشان تأدي المهمة دي هيكون عندك غرفة نظيفة ولكن للوقت الحالي فقط وطول ما انت متبني نفس العادات اللي قدت أصلا لإن الغرفة توصل لحالة الفوضى دي في المقام الأول سريعا جدا ما ستعود الغرفة لنفس الحالة من الفوضى اللي كانت عليها في البداية وتأمل بقى في الحصول على دفعة جديدة من التحفيز عشان توصل لنفس الهدف وتفضل تطارد النتيجة نفسها لأنك لم تكن بتغيير النظام اللي بيأدي أصلا لفقد النتائج أما الأنظمة فبتؤدي إلى تحسين مستمر ومستدام لو أصلحت المدخلات هتنصلح المخرجات من تلقاء نفسها المشكلة الثالثة إن الأهداف بتحد من ساعتك الافتراض الضمني وراء كل هدف إن بمجرد ما حقق هدفي هكون سعيد وده من أكتر الجمل السيئة والمشكلة المتعلقة بعقلية التركيز على الأهداف أولا إنك هتواصل تأجيل الشعور بالسعادة لحد ما تحقق الهدف فإنت بتحبس نفسك عقليا في نسخة ضيقة جدا من السعادة وده أمر مضلل جدا في المقابل عقلية التركيز على الأنظمة مع الوقت بتبدأ تقع في حب العملية نفسها ومش المنتج النهائي أو الهدف النهائي فمش هتنتظر الوصول للهدف عشان تبقى سعيد ولكنك هتمنح نفسك الإذن إنك تكون سعيد دلوقتي وطول مراحل عملية الوصول للهدف وحتى بعد الوصول للهدف المشكلة الرابعة يا صديقي إن الأهداف بتتعارض مع التقدم طويل الأمد العقلية اللي بتركز على الأهداف بتتسبب في تأثير اليويو خلينا ناخد العدائين كمثال بيتدربوا لكتير من الشهور ولكن بمجرد عبرهم خط النهاية بيتوقفوا عن التدريب لأن الصباق اللي كانوا بيتدربوا عشانه خلاص ما بقاش موجود عشان يحفزهم للعمل وده اللي بيقدي طبعا لهبوط كبير جدا في مستواهم ومع كل سباق جديد أنت محتاج تعيد الكرة من البداية أما العقلية المتبنية لفكرة النظام فهو مش مهم عنده أي إنجاز مفرد وإنما هو معني بدورة التحسين المتواصل وفي النهاية التزامك بالعملية هو اللي هيحدد مقدار تقدمك ومقدار الأهداف اللي أنت هتوصل لها مش هدف واحد الحلقة دي كانت كبيرة جدا وكانت دسمة صديقي لكن في النهاية بقي إننا نقول إن الأنظمة زي ما تكلمنا قبل كده ما هي إلا مجموعة من العادات وتبني مجموعة من العادات الجيدة هو اللي بيشكل في النهاية نظام جيد قادر على إيصالك لكل أهدافك في الحياة لكن على النقيد كمان العادات السيئة أو العادات اللي ليها نتائج سلبية على المدى الطويل هي اللي ممكن تشكل النظام اللي يكون سبب فعدم وصولك لأي هدف من أهدافك وعدم تحقيق أي تقدم يذكر والمشكلة الأكبر يا صديقي إن العادات الجيدة عادة لأن ملهاش نتائج ملحوظة بيكون صعب تبنيها والعادات السلبية نتائجها السلبية مؤخرة تكون سهل جدا تتسلل لحياتنا وهنا يمكن بتكمن قوة فكرة كتاب النهاردة كتاب العادات الزرية وعشان كده مهم جدا نركز على الوحدة الصغيرة وهي العادة نفسها في الحلقة اللي جاية إن شاء الله هنتكلم عن العادات بشكل مفصل أكتر وإزاي العادة بتتشكل من الأساس وإزاي نقدر نضيف العادات الإيجابية لحياتنا بسهولة جدا وإزاي نقدر نتخلص من العادات السلبية بطريقة بسيطة في النهاية مهم جدا يا صديقي لو الحلقة دي استفدت منها بأي شيء إنك تعمل شير لأصدقائك عشان هم كمان يستفيدوا فتدالوا على الخير كفاعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومهم جدا لو مش مشترك في قناة اليوتيوب أو متابع صفحة الفيسبوك إنك تعمل كده عشان توصلك الحلقة اللي جاية إن شاء الله في معادها يوم السبت القادم إن شاء الله الحلقة اللي جاية إن شاء الله والحلقات اللي وراها هتكون من أهم الحلقات اللي ممكن تغير حياتك حرفيا دمتم بخير ونشوفكم إن شاء الله وحلقة جديدة من شغبطة من كتاب